اليوم بخصوص بيئة الاستثمار في الجزائر كين الكثير من القوانين لتنظم الاستثمار في الجزائر عندك قانون مالية، قانون مالية تكملي، قانون النقد والقرض، قانون الضرائب، الجباية وقانون الاستثمار هل نحن في الجزائر بحاجة لكل هذا الترسان القانونية من أجل الاستثمار؟ والله ما لقينالهاش التفسير لأن كي تشوف هذ القوانين راح الضغط تقيل على المؤسسات وزيد الخوف كل ما نلحقه كما قال يخلاص العام قانون المالية يصدر بدون مشاورة يعني ما تقول للمؤسسات هذو ما شكون هو المسؤول ولا شكون هو كما قال شكون هو بابات المؤسسات هي دولة الجزائرية احنا كلنا مؤسسة تعد دولة الجزائرية تغير حاجة ودير قوانين والضغط على القوانين وين هذي الشركات راح يفشلوا احنا حبنا نقوي والخازينة تعنا بالعامل السهل في بلاد مليحة في ابواب افريقيا مقابلتها اوروبا راكم نشوفو الجيو استراتيجية تعال الاقتصاد العالمي طاح كلها الفكرة كلها طاح والجزائر نظن باللي راهي حلم راهي بلاد حلم لكل بلدان عندها الطاقة الشمسية عندها صحراء عندها بيترول عندها غاز والقوانين ما همشي يمشو ناك اليوم لازم ننظمو راحنا ونديرو كما قال الواحد القوانين يكونوا لما جوريتي كونو كما يقولو لازم تكون وليو باش نخفو عالقوانين احنا مزال المؤسسات يعني تعال الوزارة ما يزيدو علينا نظن بالبراكات ولازم نلغو بعض القوانين اللي هم اقدم ما عندهمش يعني قانون تنظيم تحهم يعني كمولا الواد نصوص تطبيقية اليوم عندك قانون يصدر جديد ورانا نطبقه في القانون الابراتيك الاقديمة لا لا لازم اليوم نديرو كما قال لازم تكون كما قال ندوى تع ناس اللي رام يخموا في هذه البلاد باش يردوا على كل فكرة على كل قانون نلغوه ونزيدوه نظن بالي احنا تكمنا على الجزاء الجديدة البرلمان الجديد يخموا كما مع الناس كما احنا الاقتصاديين رؤسة تعال المؤسسات باش يعني القوانين اللي راح يحط يخرجوا جدد يخرجوا سور مزور باش قنلغيب بعض القوانين اللي هوا ربما جرحوا المؤسسات وليوم المؤسسات باش يحودوا يلقوا نفس جديد باش يحودوا يقلعوا الجزائر الجديدة لازم يكونوا نابوي يعني احنا قوة قراح وقوة سمع السمع وين يكون 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 بالدولة الجزائرية واحنا نظن بالي رانا نبنو في دولتنا ونظن بالي نقدروا نرفعوا الجزائر بالقوانين الجدد اللي راح يجو سور مزور للشركات تواعنا لكن هالمشكلة الجزائرية